جمعة مباركة شكرا جزيلا بداية ما رأيك في النسبة المسجلة في إعادة التوجيه أكثر من 97% ربما أعطيت لهم الشعب اللي اختاروها خلال مرحلة الاختيارات إنها بالطبع نسبة عالية جدا وكل سنة تسجيل الأولي يجرى في مرحلتين في المرحلة الأولى كانت توجيهات الأولية ومن بين أكثر من 330 ألف حامل باكالوريا جديد بقى إلا 9700 قريبا لم يتحصلوا على أحد من الاختيارات فكانت لهم الفرصة ثانية وقدخلوا اختيارات أخرى والحمد لله في هذه الساعة يعني كل من طلب التسجيل في قطاع تعليم العالي والبحث العلي له منصف رغوجي ومكان في إحدى المؤسسات الجامعية على مستوى الوطن طيب بروفيسور هل سجلنا خلال السنوات أو سنة الماضية على الأقل هذه النسبة 96% كلهم تحصلوا على الرغبة الأولى التي اختاروها أثناء مرحلة اختيار شعب في القطاع تعليم العالي في تحسن نتمكن من هذه الطريقة التوجيه ونحسن فيها من سنة إلى أخرى فالمؤسسات الجامعية يعني عرفنا بلي لازم هي تاني تلبي رغبات الطلبة تلبي رغبات يعني كثير من المناصب الفيداغوجية نعم جميل جدا ولهذا طلبة رغم يتحصلوا من سنة إلى أخرى تقريبا واحد من رغبات لقوم بها طيب بروفيسور هل بإمكانك أن تطلعنا على ربما بعض التفاصيل المتعلقة بإعادة التوجيه هل لاحظ أنه ربما فيه ميول نحو التخصصات العلمية أكثر التخصصات الإنسانية هل من الملاحظات في هذا الصدد؟ والله هذه قضية يعني سؤال وزي ويطلب دراسات ونحن على صدد القيام بمثل هذا التقييم لمعرفة ما هي الميولات ما هي الرغبات التالبة الجدد منذ السنوات أو على الأقل منذ الخمس سنوات للفارض بمعرفة ما هي الميولات نعم ربما فيه تغييرات كبيرة طلعت على الرغبات الخاصة بالطلبة أستاذ نوعية المتابعة ربما لشأن التعليم نعم هذا كذلك مربوط بقطاعات التشغيل يعني فطلبا يتوجهوا إلى التكوينات اللي عندها عندها إمكانيات في فرص الشغل في فرص الشغل يعني نعم طيب كسؤال أخير بروفيسور بلاسكا إسماعيل وأنت مدير جامعة وهان إثنان أحمد بنبلة هل بإمكانك أن تطلعنا على سيرورة عمليات الاختيار والتسجيل على مستوى جامعتكم هل الأمور تمشي في طبيعتها يعني تمشي في أحسن ما يرام يعني طالب جامعة الذين وجهوا إلى جامعة وعرانتنين أغلبهم كانوا في المرحلة الأولى ويعني طالب كلهم تحصلوا حاليا عارسين ما هو التكوين الذي وجهوا إليه وحصلوا على شهد التوجيه وفي شهد التوجيه هناك تاريخ لكل طالب جديد له تاريخ لازم يلجأ فيه إلى الجامعة للتشجيل ابتداء من يوم 14 سبتمبر إن شاء الله ويعني حاليا بقاة مرحلة هي يعني بعد التشجيل يوم تنتهي مرحلة التشجيلات يوم 14 سبتمبر بإمكان معالجة الحالات الخاصة وفي هذا من بين الحالات الخاصة طلب الذين مثلا ينتقلون من مدينة إلى أخرى لأسباب عائلية أو تغيير الإقامة لسبب ما فبإمكانهم طلب تغيير توجيه نعم ربما طالبات تتزوج وتتغير المكان الإقامة فبإمكانها كذلك طلب تغيير توجيه ويعني في هذه الحالات الخاصة هذه بإمكان معالجتها ابتداء من يوم 19 سبتمبر نعم كذلك بالنسبة للطلبة لجمد السنة الدراسية بروفيسور نعم لكن طلبت حميل باكالوريا السنوات الفارطة وكانوا مجمدين سنة لسبب ما فبإمكانهم إعادة التشجيل وموصلة الدراسة في هذه السنة وهو كذلك أشكرك جزيلا شكر بروفيسور بلاسكا إسماعيل ودير جامعة وران إثنان وأنت لا تبخل علينا في كل مرة بتوجيهات والمطايات الخاصة أشكرك جزيلا كذلك كذلك